أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها فمن رحمة أرحم الراحمين أن جاءت الآيات لتقرر في مسألة الرضاع فالقرآن قلّى الشيء اللي وذكره يتعلّق بهذه القضايا للقضايا الدعاء على النبي صلى الله عليه وسلم قال وأحلّ الله البيعة وأحرّم الربا لأنه هو الذي يملك هذا الحق وفي سورة براءة فضح للمنافقين بخطاب عجيب الحمد لله صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين يقول الله تبارك وتعالى في الآية السابعة والثمانين من سورة النساء الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا هذه الآية الكريمة تلت الإخبار عن أحوال المنافقين وكذلك سبقها قول الله جل وعلا وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحْيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْرُدُّوهَا إن الله كان على كل شيء حسيبا ثم ذكر سبحانه وتعالى أن موعد هذا الجزاء وهذا الأمر إنما يكون في يوم القيامة فقال سبحانه وتعالى الله لا إله إلا هو لفظ الجلالة هو أعرف المعارف وبعضها للعلم يرى أنه اسم الله الأعظم الله لأنه الرب الذي تألهه القلوب محبةً وتعظيمًا وعبادةً وجميع الأسماء الحسنى ترجع إليه وقول لا إله إلا هو فيهها نفي وإثبات نفي الألوهية وإثباتها لله جل وعلا وحده وهذا من التحلية قبل التحلية كما يقول العلماء من التحلية قبل التحلية مثل قول الله تعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا إله إلا هو لا معبود حق إلا الله تبارك وتعالى كما قال سبحانه ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل ثم أقسم جل وعلا على البعث لا يجمعنكم واللام هنا لام القسم تقديره والله لا يجمعنكم في الموت أو في يوم القيامة لا يجمعنكم لا يجمعنكم يعني في الموت أو في القبر ثم يكون الموعد في يوم القيامة وقولوا لا يجمعنكم قلنا اللام اللام القسم وهذا نظير قول الله تعالى زعم الذين كفروا ألا يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير والله جل وعلا عظيم العظيم يقسم على وقوع يوم القيامة كما قال سبحانه وتعالى وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يجمعنكم إلى يوم القيامة سميت القيامة قيامة لأن الناس يقومون من قبورهم يقول الله تعالى يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون وقال سبحانه يوم يقوم الناس لرب العالمين وقيل سمي هذا اليوم العظيم بيوم القيامة لقيامهم إلى الحساب كما قال سبحانه يوم يقوم الناس لرب العالمين والإيمان باليوم الآخر بيوم القيامة ركن من أركان الإيمان الستة ومنكره كافر كما سبق في الآيات الكريمة ثم قال تعالى وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا أي قولاً ووعداً وَلَا أَحَدْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى طيب هذا الاستفهام نوعه نوع الاستفهام ما نقول وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا حسنت أي نعم إنكاري إنكار على من زعم أن هناك أحداً أصدق من الله سبحانه وتعالى ثم قال الله تبارك وتعالى فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِيأَتَيْنَ وَاللَّهُ أَرْكَسَهُمْ بِمَا كَسَبُوا جاء في صحي البخاري ومسلم عن زيد بن ثابت في سبب نزول هذه الآية الكريمة لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى أحد رجع ناس ممن خرج معه وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيهم كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فرقتين فرقة تقول نقاتلهم وفرقة تقول لا نقاتلهم فنزلت فما لكم في المنافقين فئتين ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم إنها طيبة تنفي الذنوب كما تنفي النار وخبث الفضة وهذا هو أصح ما جاء في سبب النزول فالله تبارك وتعالى يقول فما لكم أيها المؤمنون قد اختلفتم في شأن هؤلاء المنافقين وسبق الحديث ربما عن النفاق وتعريفه وسيأتي أيضاً الكلام عن هذه الفئة فئة المنافقين وخبث طواياهم وما يكنونه من العداوة للمسلمين فالله جل وعلا يقول لماذا اختلفتم في شأن هؤلاء فصرتم طائفتين والله أركسهم أي نكسهم وردهم إلى الكفر بما كسبوا بما كسبوا الباء هنا تكون الباء تكون هنا بما كسبوا للسبب للسببين يعني بكسبهم بأعمالهم الخبيثة السيئة التي اقترفوها والله أركسهم أي نكسهم وردهم إلى الكفر بما كسبوا بأعمالهم غير الزاكية ثم إن هؤلاء المنافقين لما حصل منهم ما حصل في أحد ورجع عبد الله بن أبي على رأس المنافقين رجع بثلث الجيش لحقهم عبد الله بن عمر بن حرام الأنصاري رضي الله عنه وبخمو خزرج أيضا من جماعتهم لكنه مؤمن وقال كيف تخذلون رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم كما جاء في آيات سورة آل عمران وربما سبق الحديث عن هذا فالله جل وعلا أنكر على الاختلاف في أحوال هؤلاء القوم وأنهم قد بان نفاقهم وبان توليهم للكافرين ونقضهم العهد مع المؤمنين والله أركسهم ردهم بما كسبوا بما كسبت أيديهم أتريدون أن تهدوا من أظل الله يعني ترشدوا من كتب الله تعالى عليه الشقاء إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية أتريدون أن تهدوا من أظل الله أو يكون المعنى أتقولون إن هؤلاء مهتدون وقد ظلوا ثم قال تعالى وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهِ أي وَكَمَا كَفَرُوا فَإِنَّ مَنْ زَاغَ عَنِ الْهُدَىٰ أَزَاغَ اللَّهُ قَلْبَهُ كما قال تعالى فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَمَنْ يُضْلِلَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا يعني لن تجد له طريقاً إلى الحق وَمَنْ يُضْلِلَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا يعني لن تجد له طريقاً يوصله إلى الحق ثم بيَّن الله سبحانه وتعالى ماذا انطوَت عليه قلوب هؤلاء القوم وماذا يُكِنُّون للمسلمين فقال سبحانه وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً وَدُّوا أي تَمَنَّو يعني أولئك الذين رجعوا عن الدين وانقلبوا على عقابهم تَمَنَّوا لَوْ تَكْفُرُونَ أيها المؤمنون كَمَا كَفَرُوا هُمْ فَتَكُونُونَ سَوَاءً تَسْتَوُونَ في الكُفر فَتَكُونُونَ سَوَاءً وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا تَمَنَّوا لَوْ تَكْفُرُونَ أيها المؤمنون كَمَا كَفَرُوا هُمْ فَتَسْتَوُونَ في المنزلة تَسْتَوُونَ في المكانة تَسْتَوُونَ في التَّوَجُّه وهذا هو ما تنطوئ عليه قلوب الكافرين والمنافقين كما قال الله سبحانه وتعالى وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ وقال جل وعلا وَوَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ وقال جل وعلا ما يودُّ الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن يُنزَّل عليكم من خيرٍ من ربكم والله يختص برحمته من يشاء فهم يحاولون صد أهل الإيمان بكل وسيلة وكل طريق عن هداية الله وعن صراطه المستقيم وعن الخير وعن الأمن وعن الأمان ثم حذَّر الله جل وعلا المؤمنين من الرُّكون إلى هؤلاء المنافقين وموالاتهم فقال فلا تتَّخِذُوا منهم أولياء منع جل وعلا عن موالاتهم حتى يُهاجِرُوا في سبيل الله وها هنا تساؤل سبب النزول يذكر أن هذا في أُحد فلما قال الله تعالى حتى يُهاجِرُوا في سبيل الله ومعلوم أن الهجرة إذا وطلقت فإنها تكون من مكة إلى المدينة بعض المفسرين حاول يعني أن يُشكِك في سبب النزول لكن الواقع أن الآية واضحة قال حتى يُهاجِرُوا في سبيل الله ولا يزال السؤال قائما كيف قال حتى يُهاجِرُوا مع أنهم في المدينة هم رجعوا إلى المدينة هل من جواب؟ حسنت نعم لم يؤمنوا حق الإيمان والهجرة الهجرة لا معاني الهجرة تُطلق على ثلاثة أوجه هجرة انتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام وكانت مفروضة من مكة قبل فتحها إلى المدينة وغلب على أصحاب هؤلاء أن يُقال لهم مهاجر أن يُسمُّوا بالمهاجرين لكن لما فُتحت مكة انتهى الأمر وقال النبي عليه الصلاة والسلام لا هجرة بعد الفتح وهجرة من النفاق وهي داخلة في هذا المقام دخولاً أولياً لأن السياق فيها والمراد بها أن يترك الشخص نفاقه ويخرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم للقتال في سبيل الله صابراً محتسباً لا لأي غرض من أغراض الدنيا وعلى هذا المعنى يلتأم سبب النزول مع هذا المعنى إذن الهجرة من النفاق وهي داخلة لأن السياق في هذا المقام يدل عليه فالمراد بها أن يترك هؤلاء المنافقون يتركون نفاقهم ويخرجون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم للقتال في سبيل الله والنوع الثالث اللي هي الهجرة عن جميع المعاصي الهجرة عن جميع المعاصي وفي هذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنهما والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه وذكر الله عز وجل لفظاً عاماً يشمل الجميع قال حتى يهاجروا في سبيل الله فلم يقل حتى يهاجروا عن الكفر بل قال حتى يهاجروا في سبيل الله ولفظت في سبيل الله عامة في سبيل الله لتشملهم يدخلنا فيها دخولاً أولياً وتشمل أيضاً وتشمل من بعدهم حتى يهاجروا في سبيل الله ثم قال الله تبارك وتعالى فإن تولوا يعني أعرضوا عن التوحيد والهجرة فخذوهم يعني خذوهم أسرى ومنه يقال الأسير يسمى أخيذ الأسير يسمى أخيذ واقتلوهم حيث وجدتموهم في الحل والحرم ولا تتخذوا منهم ولياً ولا نصيراً ثم استثنى جل وعلا طائفة منهم فقال إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم إثاق وهذا الاستثنى إلى أي شيء يرجع هل يرجع إلى القتل أو يرجع إلى الموالات أكيد إلى القتل لأن قال فاقتلوهم حيث وجدتموهم إلا الذين يصلون إلى قوم فهو يرجع إلى القتل لا إلى الموالات لأن موالات الكفار والمنافقين لا تجوز بحال من الأحوال يصلون إلى قوم يعني ينتسبون إليهم ويتصرون بهم يدخلون معهم بالحلف والجوار يلجعون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق يعني بينكم أيها المسلمون وبين هؤلاء القوم الذين لجأوا إليهم عهد وهم أناس في عهد النبي عليه الصلاة والسلام من الأسلميين أو جاءوكم أو كذلك يتصلون بقوم جاءوكم حصرت صدورهم يعني ضاقت صدورهم أن يقاتلوكم يعني ضاقت صدورهم عن قتالكم للعهد الذي بينكم أو يقاتلوا قومهم يعني أنهم عندهم ضيق صدر وتحرج أنهم يقاتلونكم وعندهم أيضا ضيق صدر أن يقاتلوا قومهم فهم أشبه ما يكون ما يكونون بالمسالمين الذين لا يرغبون أن يدخلوا مع قومهم لأنهم يخشون على أنفسهم ولا أيضا يدخلوا معكم قال الله هنا إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم إذا أو جاءوكم يتصلون بقوم جاءوكم ضاقت صدورهم يعني القوم الذين جاءوكم ويقال إنهم بنوا مدلج وكانوا عاهدوا قريشا أن لا يقاتلوا المسلمين وعاهدوا قريشا أن لا يقاتلوهم فهم بين عهدين يعني عندهم عهد مع المشركين أنهم ما يقاتلون معهم ما يقاتلون مع المشركين وعندهم عهد أيضا أنهم ما يقاتلون مع المسلمين فهم لا يحبون نق العهدين فهؤلاء مستثنون من من ماذا من القتل إنكم لا تقتلونهم لماذا لماذا لا يقتلون نعم لأن معهم عذر معهم عذر بينهم وبين القوم عهد والله سبحانه وتعالى أمر بالوفاء بالعهود والمواثيق أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قوما ثم بيّن الله تبارك وتعالى منته ونعمته على المسلمين إنه لو شاء لسلط هؤلاء القوم فلا قاتلوا المسلمين ولا اشتركوا مع الكفار في قتال المسلمين ولكن من نعمة الله تبارك وتعالى إنه كفأ أيدي هؤلاء القوم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلا قاتلوكم يعني قاتلوكم مع من؟ مع الكفار لكن من منة الله سبحانه وتعالى إنه كفأ أيدي هؤلاء القوم كما قال سبحانه في سورة الفتح وهو الذي كفأ أيديهم عنكم وأيديكم عنهم فلا قاتلوكم فالله سبحانه وتعالى يذكر هنا منته على المسلمين بكف بأس المعاهدين يقولون إن ضيق صدورهم عن قتالكم لما ألقى الله جل وعلا في قلوبهم من الرعب فهم لا يرغبون بقتال المسلمين ولو شاء الله عز وجل سلطهم عليكم فلا قاتلوكم مع قومهم لكنهم لم يفعلوا هذا ثم قال تعالى فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم يعني الصلح وانقادوا فما جعل الله لكم عليهم أصلاً أي طريق بالقتل والقتال ثم أخبر سبحانه عن طائفة ثالثة الآن صارت الطوائف كم ثلاث الأولى المعلنون بعداوتهم الطائفة الثانية الذين هم مسالمون لم يقاتلوا الطائفة الثالثة ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم فهنا هؤلاء لا تتعرضوا لهم كلما ردوا إلى الفتنة يعني الشرك أركسوا فيها يعني رجعوا وعادوا إلى الشرك مرة أخرى فإن لم يعتزلوكم يعني إن لم يكفوا عن قتالكم حتى تسيروا ويلقوا إليكم السلم إلى المعاهدة والمصالحة ويكفوا أيديهم ولم يقبضوا أيديهم عن قتالكم فهنا يجوز لكم أيها المسلمون أن تأخذوهم قال فاخذوهم أسرى واقتلوهم حيث ثقفتموهم يعني حيث وجدتموهم وأولئكم يعني أهل هذه الصفة جعلنا لكم عليهم سلطاناً مبينة يعني لكم عليهم حجة ظاهرة بالقتل والقتال خلاصة هذه الآية أن الطوائف كم؟ صاروا ثلاث طوائف الطائف الأولى أخواني معلنين العداوة ظاهر عدوتهم هؤلاء لا شك يقتلون الطائف الثانية المسالمون والذين حصرت تحرجت طاقة صدرهم من يقاتلوكم فهؤلاء يكف عنهم الثالثة أي نعم يعني يريدون أن يأمنوا قتال المسلمين ويأمنوا قومهم مثل ما يقولون بل أمثال الدارجة يلعبون على الحبلين هؤلاء منافقين فهؤلاء إن لم يعلنوا البراءة مما هم عليه فهؤلاء يجب أن يقتلوا يجب أن يقتلوا ولهذا قال الله فإن لم يعتزلوكم إن لم يكفوا عن قتالكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم وقتلوهم حيث وجدتموهم حيث ذقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينة يعني حجة ظاهرة بالقتل والقتال ثم بيّن الله سبحانه وتعالى بعد هذه الآية الكريمة أنه تحريم التغليض في قتل المؤمن وأنه عظيم عند الله فقال وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأًا وهذا نهي عن قتل المؤمن كما قال سبحانه وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ إِلَّا خَطَأً يعني استثناء منقطع مناء لكن إن وقع خطأً إن وقع خطأً فالإنسان إذا وقع الشيء منه خطأً لأن القتل أنواع النوع الأول قتل العمد والثاني شبه العمد والثالث الخطأ فالعمد واضح أن يقصد إلى قتله بأي وسيلة كانت عمداً عدواناً وشبه العمد أن يضربه بشيء لا يقتل مثله غالباً كالعصاء أو نحو ذلك وهذا الثالث الذي هو الخطأ وهو أن لا يقصده نهائياً مثل إنسان يصطاد فلما أطلق الرمي ضرب إنساناً هذا خطأ محق فالأول اللي هو العمد هو اللي فيه التغليد وفيه الدية وفيه الكفارة وفيه القصاص يعني إنه إما أن تكون الدية وإما أن تكون القصاص لا يقصد أنها تجتم عليه العمد النوع الأول العمد وهذا فيه إما قصاص وإما وإما دية كما سيأتي إما قصاص وإما دية مع صيام شهرين متتابعين لا يفطر بينهما يوماً واحداً النوع الثاني الخطأ عفواً شبه العمد وهذا فيه الدية ولا قصاص فيه مع الكفارة حق لله تبارك وتعالى النوع الثالث اللي هو الخطأ وهذا فيه الدية والصيام طبعاً بعض الناس تصوروا إذا تنازلوا عن الدية أن هذا تنازل عن الصيام الواقع أن الصيام حق لله تبارك وتعالى وما كان المؤمن يقتل المؤمن إلا خطأاً ومن قتل مؤمناً خطأاً فتحرير رقبة مؤمنة طبعاً عليها أن يعتق رقبة مؤمنة كفارة وفي مناسبة ما هي المناسبة بين عتق رقبة مؤمنة والقتل من يستنبط من الأخوة في مناسبة لماذا أمر أن يعتق رقبة مؤمنة نعم أحسنت يعني أنه بما أن الإنسان قتل نفساً مؤمنة أتلفها وأعدمها قطع عن الحياة فليحرر أخرى لتذهب حرة في أرض الله تعبد الله سبحانه وتعالى فكأنها بدل والله تعالى أعلم فتحرر رقبة مؤمنة ودية مسلمة كاملة دية دية مسلمة إلى أهله الدية تكون مسلمة والدية طبعاً حق مراث يعني كالتركة تقسم كما تقسم تركة الميت حق لقول مسلمة إلى أهله يعني إلى الورثة يعني إلى الورثة إلا أن يصدقوا أن يتصدقوا بالدية فيعفوا ويتركوا الدية لما سمى الدية صدقة يعني سمى العفو عن الدية صدقة يعني ألا يعد هذا في نوع من من الترغيب في نعم في العفو لأن الصدقة أمرها فضلها عظيم ومطلوبة ولهذا سمى الله سبحانه وتعالى العفو سماه صدقة قال إلا أن يصدقوا فسماها صدقة هنا لأن هذا فيه إيماء وإشارة إلى أن العفو عن الدية أنه فيه أجر عظيم وفضل كبير عند الله سبحانه وتعالى لقوله تعالى إلا أن يصدقوا ومعلوموا أن الصدقة مرغب فيها في كل زمان ومكان وفي كل وقت وحال إلا أن يصدقوا فيعفوا ويتركوا الدية ثم قال الله تبارك وتعالى فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن يعني أراد به إذا كان الرجل مسلماً في دار الحرب منفرداً مع الكفار فقتله إنسان ما علم بإسلامه فهنا هل عليه دية لا دية عليه لكن عليه الكفارة حق لله تبارك وتعالى لأنه إذا أعطاهم الدية يعطي من هل يعطي من بينه وبينهم عداوة كلا وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق أي عهد فدية مسلمة للأهل وتحرير رقبة مؤمنة أراد به إذا كان المقتول كافراً ذمياً أو معاهداً فهنا يجي فيه الدية والكفارة والكفارة تكون بإعتاق رقبة مؤمنة كما سبق سواء كان المقتول مسلماً أو معاهداً سواء كان رجلاً أو امرأة صغيراً أو كبيراً وتكون في مال القاتل طبعاً إذا كان عمداً تكون في مال القاتل أما إذا كان القتل شبه عمد أو كان خطاً فإنها تكون على العاقلة يعني على جماعته والده وجده وأعمامه وبن أعمامه ونحو ذلك قال الله فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبةً من الله يعني إذا كان القاتل إذا كان الشخص القاتل لم يجد لم يستطع العتق فإنه يصوم شهرين متتابعين لا يفتر بينهما يوماً واحداً إلا امرأة تفتر لمثلاً حيضة ونفاس أو إنسان يفطر لسفر أو صيام فرد فإن أفطر يوماً واحداً قبل تمام الشهرين فإنه يستأنف مرةً أخرى يعيد يعيد مرةً أخرى ليقطع نفسه هنا سبحان الله يعني بدل الحكمة ظاهرة في العتق لكن في الصيام لماذا يصوم شهرين متتابعين؟ من الحكم والله تعالى أعلم ليقطع نفسه ويخرجها عن رق الشهوات واللذات طيلة هذه المدة طبعاً الشخص إذا كان معذوراً في الصيام الواجب كشهر رمضان فهو معذور من باب أولى في صيام الكفارة فهو معذور في صيام الكفارة ثم قال الله تبارك وتعالى توبةً من الله وكان الله عليماً حكيماً وسيرد معنا هذين الإسمين في ما يأتي من الآيات فهو جل وعلا عليم بشرعه وحكيم فيما فرض سبحانه وتعالى على عباده لو الحكمة التامة ثم قال تعالى وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا وهذه الآية الكريمة حصل فيها كلام طويل جداً لأهل العلم ومن جهة ماذا حصل فيها الكلام الطويل للعلم من جهة أن أهل السنة والجماعة مجمعون على أن فاعل الكبيرة أنه لا يكفر بفعل الكبيرة ما لم يستحلها وأن الله جل وعلا يغفر الذنوب جميعاً ما خلى الشرك من مات ويفعل كبيراً فإنه تحت مشيئة الله تبارك وتعالى إن شاء عذَّبه وإن شاء غفر له ومن هنا وقع كلام لأهل العلم في هذه المسألة هل لمن قتل متعمدًاً توبة أم لا وأرجح الأقوال أنه يدخل تحت قوله تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعاً إنه هو الغفور الرحيم وأما ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه لا يرى لمن قتل متعمدًا من توبة فإنه ورد أيضًا عن ابن عباس أنه قال لما نزلت التي في الفرقان والذين لا يدعون مع الله إلى آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون قال مشرك أهل مكة قد قتلنا النفس فأنزل الله إلا من تاب فقال ابن عباس فهذه لأولئك وأما التي في النساء فالرجل إذا عرف الإسلام وعرف شرائع الإسلام ثم قتل فجزاؤه جهنم يقول بعض السلف فذكرت هذا لمجاهد فقال إلا من ندم وطبعاً مجاهد هو الذي يقول عرضة المصحف على ابن عباس ثلاث مرات وأنا أسأله عن كل آية ويجيبني فمجاهد بن جبر المكي أعلم بقول ابن عباس ولهذا أضافه قال إلا من ندم على أنه يحمل قول ما ورد عن ابن عباس على محملًا آخر عند بعضها للعلم وهو أن هذا التغليض قاله ابن عباس رضي الله عنهما لمن جاءه وقد هم بقتل مؤمن فجاءه فقال يا ابن عباس هل لمن قتل مؤمنًا من توبة قال ابن عباس ثكلته أم وأنا له التوبة فمضى الرجل فقال بعض أصحاب ابن عباس كيف قلت هذا فقال ابن عباس إن هذا جاءني وأنا أعرف في عينيه القتل فذهب أحد الناس يستخبره فوجد الأمر كما قال ابن عباس فجاء ابن عباس وأفتى بهذه الفتية من باب التغليض على من قتل مؤمنًا متعمدًا وهذا هو الراجح من أقوال أهل العلم على أن بعض العلمة له محمل آخر ورد أن هذا جزاؤه إن جازاه الله تبارك وتعالى فجزاؤ جهنم خالدًا فيها يعني هذا جزاؤه إن جازيناه بينما المؤمن لا يخلو من توبة ماحية من هول البرزخ من شفاعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم من شفاعة المؤمنين لا يخلو وهذا ما جنح إليه ابن القيم يقول الآية على ظاهرها لكن المؤمن لا يخلو من مكفرات لا يخلو من مكفرات عديدة منها شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم منها شفاعة المؤمنين منها أيضًا هول البرزخ منها ذنوب ماحية توبة إلى آخره ولا الآية على ظاهرها إذن الخلاصة ومنهم من قال لا التقدير هذا جزاؤه إن جزيناه ومنهم من قال فجزاه جهنم خالدا فيها يعني المكث الطويل ولكن لم يرد بهذا الخلود كما يكون الخلود للكفار ولهذا قال وعد له عذابا عظيما الخلاصة من هذا أن قاتل النفس شأنه شأن أصحاب الكبائر على أنه ورد التغليض الشديد عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر ومنها ما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء وقال لا يزال المرء في فسحة من دين ما لم يصب دمًا حرامًا وغير ذلك من الأحاديث نسأل الله أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والفهم في كتابه وفي سنة نبي محمد صلى الله عليه وسلم والله الموفِّق أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا فعلى المسلم أن يجتنب هذه الكبائر ويتعاهدها ولن يجتنبها ويتعاهد تجنبها إلا بأن يتعلم متى ما رابيت فهو محرم وداخ في هذه الآية تعلم علم اليقين أن الله تعالى له الكمال المطلق وبيده الخير كله وعنده خزائن السماوات والأرض فحينها ليس لك سبيل إن كنت عبداً صادقاً مؤمناً أن تتوجه لغير ربك ترجمة نانسي قنقر